السلام عليكم ورحمة الله اليوم سأتكلم عن بيلي روبين ميتابوليزم بيلي روبين ميتابوليزم في البداية البيلي روبين هو كتعريف للبيلي روبين عشان نعرف الميتابوليزم لازم اعرف البيلي روبين البيلي روبين هو عبارة عن the major end products of heemoglobin degradation يعني after heemoglobin degradation we will end up with many substances with different substances but mainly we will end up with بيلي روبين بيلي روبين is a toxic substance البيلي لازم يتعامل معها باسلوب حذر في النهاية ستخرج عن طريق liver bioduct small intestine feces major 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 root of excretion is through the stool هو يعطي the stool its color ويعطي the urine it's color هذا just a general look on the bellerobin metabolism بس جينا لو اتعمقنا في الموضوع step by step حنتكلم في البداية ان ال RBC ربما ربما يمكن لون الاحمر سيكون صعب على البعض يشوفونا لذلك سأخبر سيكون سهل سيكون سهل سيكون سهل بإذن الهيموغلوبين سيتكسر أكثر سنتجعل بالشاشة شويه الهيموغلوبين سيتكسر أكثر لنخلق أكثر 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 مثل هذا الهيم وغلوبين حيتكسر أكثر وحيعطيكي الهيم حيعطيكي الغلوبين الهيم وهو عبارة عن يطلح في صورة الهيم حيتكسر إلى شيئين حيتكسر إلى آيرون حيتكسر إلى حيتكسر إلى آيرون حيتكسر إلى بيلي بيردن طبعا هذه قسمتها عشان يصير سهل نطقها بيلي بيردن يعني الايرون مقارنة بيلي بيردن الايرون كميتها جدا قليلة بيلي بيردن وهو عبارة عن غلوب بروتين حيتكسر إلى أماين و أسد بعدين يستخدم الجسم في صناعات بيلي بيردن يمكن الجسم يخزنها و يصنع بيلي بيردن بيلي بيردن الايرون بيلي بيردن بيلي بيردن بيلي بيردن بيلي بيردن بيلي بيردن الايرون ان شاء الله مركزين يعني الهيم و غلوبين الغلوبين سيتكسر إلى أمين و أسد وبعدين الجسم سيحتفظ فيه أو انه سنستخدمه في بناء الجسم أما الهيم سيتكسر أكثر إلى ايرون و بيلي بيردن الايرون سينتقل عن طريق البلد على صورة ترانسفيرين على صورة ترانسفيرين إلى إلى البون معه و يشارك في عملية ايرثرو ايرثرو او ايرثرو ايرثرو الهيم يعني الهيم طيب الهيم بيلي بيردن طيب الهيم بيلي بيردن سيتحول إلى 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 فري بيلي روبين روبين عن طريق بيلي بيردن بيلي بيردن بيلي بيردن بيردن حيرتبط مع مركب آخر الفري بيلي روبين حيرتبط مع بلازمة بروتين بيلي بيردن هذه الصورة نسميها 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 نفسها هي صورة البيلي روبين في البلد غالباً على صورة بيلي روبين بيلي بيردن وهذه ان كونجيوغيتد ان كونجيوغيتد بيلي روبين طب تسألوني ليش طيب تقولين ان كونجيوغيتد مع انه اتاتش تو ذا بلازمة بروتين كونجيوغيشن التعريف الكونجيوغيشن هو من الويكيبيديا كتعريف الكونجيوغيشن البيوترانس ترانسفورميشن الكونجيوغيشن معناها chemical alteration of chemicals such as neutrons amino acids and drugs in the body يعني صار له نفس chemical alteration نفس chemical substance تغيرت الى other chemicals اوكي تغيرت الى other chemicals فتحولت مثلا من free فتحولت من hemo باللربين اوكي فتحولت الى unconjugated باللربين نسمى hemo باللربين كمان ندلعه ونسمى free باللربين لانه ما زال free باللربين باللربين وسهل وسهل انه يتفكك من البلازمى بروتين ويرجع لصورته الاصلية الحالة اوكي اوكي هذه الصورة المهم باللربين او ال unconjugated باللربين او free باللربين حيصير له reabsorption through hepatocyte اوكي reabsorption through hepatocyte hepatocyte عن طريق receptor هنا بكتب reabsorption اوكي 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 داخل hepatocyte هباتو سايت sorry داخل هباتو سايت ايه حيصير داخل هباتو سايت اوكي اوكي داخل هباتو سايت راح تنقسم اوكي نصيد هباتو سايت this is a هباتو سايت طبعا هباتو سايت شكلها موكلة just a sample draw يعني داخل الهباتو سايت هي راح تتحول just a sample draw راح تتحول من من صورة من هذه الصورة اللي هو free belly robin attached to the belly robin attached to the album حيتحول حيتحول حيصير لا disassociation حينكسر الباوند هذا و free belly robin حيصير free منفصل totally free totally حتى ما مع ال albumin حيتحول عن طريق enzyme حيتحول عن طريق enzyme into other chemical substance okay just i will start a new video cuz اشفار اشفار